بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 design of two way floor slab system بنتكلم على part 1 اللي هو floor slab system ده عندنا مبنى هوت المبنى دوت بيوضح السلابس اللي موجودة عندي مبنى multi story السلابس اللي عندنا ديات عايزين نتكلم عليها لو design بتاعها هو عبارة عن two way slab system وطبعا ديات في مرحلة متقدمة هنتكلم ازاي بنحسب حديد التسليح ونوزعه في السقف اللي عندي طيب نتكلم على الفلات السلاب الفلات السلاب عندنا بلاطة دي سلاب اهيت السلاب ديات مفقاش كاميرات وليا لها مميزات ان السقف اللي عندك بيبقى clear بيبقى نظيف مفقوش drop للكاميرات هنا ده عمود column ده بنسميه الكابيتل بتاع العمود او التاج بتاع العمود وده بنستخدمه في حالة لما يبقى live load اللي موجودة على السقف عندي عالي هنا ده two way slab مع بيمز في كاميرات عندي موجودة اهيت قلنا هنا مفيش كاميرات وبالتالي هنا الكلير سبان عندك بيبقى تقدر تستفيد بيه ده بلان عندي بيوضح لفلات السلاب بيبقى عندنا ادي الكولمس مفيش كاميرات السقف عندي عبارة عن مجموعة من الستريبس سواء كانت الكولم ستريب زا ما احنا شايفين اللي هي الستريب اللي موجود فيها الكولمس وبينهم بيبقى فيه ما يسمى بالميدل الستريب هنا لو ده اللي سبان ده الواحد اللي سبان ده هو ال two ده الاتجاه اللونج عادة وده ال two اللي هو الشور فبنقول ان الكولم ستريب تقريبا بتساوي ربع ال واحد او ربع ال two يبقى ده اللي هو الويتس بتاع الشرايح اللي هنشتغل عليها في الديزاين عندنا مجموعة من الانواع اللي هي بتاعت الاردينري فلات سيستم زي الفلات سلاب وزاو تضروب بانيل or كولم هيد عندي البلاطة ركبة على العمود مباشرة ويبقى ده شكل الكروس سيكشن بتاع السقف ده تي اس وده عرض العمود اللي هو اتي طيب النوع اللي بعد كده فلات سلاب وز دروب بانيل اوني يعني فيه دروب بانيل المقصود بالدروب بانيل ديت ان احنا بنزود السيكنس بتاع السقف حوالين العمود علشان نمنع البنشنج انه هو يحصل بنشنج نتيجة اللايف اللود عالي يبقى انا عندي السقف تي اس المسافة دي هي عبارة عن تي دي وده المسقط الافقي اللي بيوضح القطاع بتاع العمود مع السقف اللي عنده بنقول هنا عندي اللي دروب بانيل ابعاد بتاعتها هي عبارة عن اكس وبناخدها مربعة يعني الديريكشن بيبقى متساوي عندي سواء في اتجاه اكس او في اتجاه واي النوع التالت اللي هو الفلات سلاب وز كولم هيد اوني يعني عندي فيه هنا عمود العمود دوت بنزود القطاع بتاعه تحت البلاطة زا ما احنا شايفين اهود ليه عشان نمنع البنشنج بتاع العمود في الحالة دي دي بدا سومك السقف اللي هو تي اس وعندي اللي ابعاد بتاعت الكولم هيد بتبقى دي واحد ودي تو نمبر فور سلاب وز دروب بانيل اند كولم هيد وده بيحصل امتى لما يبقى اللي فلو ده عندي عالي جدا فالدروب بانيل واحدها مش نافعة والكولم هيد برضو الواحد ومش نافع فبنعمل كومبينيشن بين الدروب بانيل والكولم هيد يبقى ده شكل القطاع بتاع السقف ده تي اس لسلاب سيكنس ده تي دي اللي هو السومك بتاع الدروب بانيل ودي الابعاد بتاعت الكولم هيد اشتركوا في القناة